السلام عليكم شباب تانية سانة واخباركم ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة ان شاء الله نبتدي نحل مع بعض موديلز اجزامز المعصر وهنبدأ دلوقتي كده مع بعض يا شباب في موديل اجزام وان بس قبل مبدأ يا ريت الناس تعمل لايك وتكتب كومنت عشان خاطر الفيديوهات توصل لكل الناس يا شباب يعني من الاخر كده محتاجين شوية دعم منكم اول سؤال زي ما احنا شايفين كده فبيقول لنا طبعا لو جينا هنا كده عند في عندنا ميركري في عندنا اويل في عندي ووتر طب يبقى الناحية دي قد الناحية دي في البرشور زي ما اتفقنا فلو جينا الناحية على الشمال دي هنلاقي هنا ان احنا عندنا رو اويل اتش اويل بلس رو ووتر اتش ووتر اكوالز رو ميركري اتش ميركري ونعود يا جماعة على طول تعالوا كده معي الرو ايه اللي احنا عايزينا اتش اويل منع الرسمة باية سنتيمتر ومش هنحاول بلس رو ووتر كده 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 بوان ساوزند ملتبلاي اتش ووتر بتوينتي سنتيمتر ايكوال رو ميركري ستراتين ساوزند 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 ملتبلاي اتش ميركري زي ما احنا شايفين كده بو سنتيمتر يبا احنا كده الانمون بتاعنا مين الرو ايه هتطلع الكبكتر عادي الرو ايه شباب هتطلع بثسعمية 900 كيلو جرام بير كيوبك ميتر يبقى جابتنا لترسي السؤال اللي بعده بيقول لي احنا عارفين ان pressure كده كده equal force over area فلو في شخص الشخص ده كان واقف كده فزا ما احنا شايفين pressure relation بين pressure والarea inverse relation يعني كل ما الarea تقل pressure يزيد فاول حاجة بقول لي وين زمان بوز سلول يعني ينحني طبعا غلط the man lies horizontally on the ground احنا عايزين نخد بالك عايزين نزود pressure increase in the pressure the man raises both his arms slowly يرفع دي لاتنين طبعا غلط اخر واحدة when the man stands with one foot on the ground طبعا هي دي كده فرجل لما يقف على رجل واحدة اللي هيحصل الarea هتقل فالpressure هيزيد السؤال اللي بعده بيقول لنا two equal volumes of different non-reacting liquids of densities two thousand and one thousand kilogram per cubic meter are mixed together then the dynasty of the mixture ناخد بالنا يا جماعة طالما اجاب لي وقال لي هنا two equal volumes فليها كده special case لازم نحفظها كده مع بعض ان في الحالة دي لازم نقول له ان رو mix عبارة عن رو one plus ru two divided by two ولها proof احنا مش محتاجين يبقى نقول هنا two thousand plus one thousand divided by two يعني من الاخر كده one thousand five hundred kilogram per cubic meter يبقى الاجابة liter b يبقى منساش الكيس دي يا جماعة اول ما يقول two equal volumes يبقى رو mix بتاعة رو one plus ru two divided by two number four بيقول لنا the volume of an amount of nitrogen gas at STP يا جماعة اول ما نشوف كلمة STP معناها standard temperature normal atmospheric pressure standard temperature يعني عن روك الحارة zero slasius normal atmospheric pressure اللي هو one ATM والفاليوز اللي احنا عارفينها one point zero sertine by ten to power five newton per meter square او باسكال one point zero sertine bar seven six centimeter mercury oh point seven six meter او seven hundred sixty ميلي ميتر ميركري او سفل هندرد سكستي طور الفاليوز دي طب حديني على اساس ايه على اساس ال pressure في الحالة التانية في الشويسيس هنا بيعبر عن ATM يبقى احنا الفاليو في ال STP بتاعتنا بالATM ماشي تعالى كده واحدة واحدة بقى يبقى the volume of an amount of nitrogen gas at STP is two liters حلو يبقى ده ال V ده كده ال V ماشي بقول لي if its temperature gets increased by 27 celsius اوه يعني درجة الحرارة زادت بمقدار 27 طالما قال لي increase the by يبقى او اعمل plus ولو قال لي decrease the by هعمل minus while holding the volume constant اخد بالك ال volume constant يبقى احنا كده في جوليس اللي هو بيقول P1 over T1 equals P2 over T2 طب تعالى كده معين يبقى احنا كنا اول في حالة ال STP يبقى ال pressure بتاعي 1 ATM temperature بتاعتي هنسميها T اللي هي بقى عبارة عن ايه احنا قلنا في ال STP يعني zero slisius وإحنا عارفين لما نحول نحب نحول من slisius لكلفن يبقى T بالكلفن equal T بالslisius plus two seven three يبقى احنا كده zero plus two seven three يعني two seven three equals هو عايز طبعا مين ال P2 في الكاسي الجديد طيب بيقول لي بقى temperature زادت بمقدار 27 يبقى نقول له كده هيكات zero صح كده zero plus two seven three يعني ايه سوري zero plus 27 يعني 27 ماشي plus two seven three التحويلة بتاعتنا مع كده يبقى الحركة عندي zero فزادت بمقدار 27 فبقى 27 plus two seven three عشان نحول لكلفن وإحنا ايه جابتنا لتر بي بالشكل ده طيب كده جماعة السؤال بعده معطمد العرورلة لسه كاتبها حالا ان T بالكلفن equal T بالسليسيس ده كده بلاس two seven three فالسؤال بيقول لي which of the following choices represents two equivalent temperatures انا حيز equivalent temperatures اول حاجة بيقول لي absolute temperature يعني دي كده بالكلفن ودي طبعا بسليسيس دي جريزة ما احنا شايفين فلو جينا اول واحدة بيقول لي temperature in Sleasius بتو seven three طب احنا عايزين نحول لها الكيفن ايه بفوض two seven three three hundred seven three plus two seven three هلها تديني zero طبعا غلط طب تاني واحدة تعال نجرب كده تاني واحدة مدين temperature in Sleasius بكم negative one hundred seventy three طب احنا عايزين نحولها لكلفن طيب احنا عارفين T بالكلفن هدي T بالكلفن زي ما احنا شايفين equal T بالسليسيس اللي هي كام negative one seven three plus two seven three يعني من الاخر كاتل ديني كام تديني one hundred one hundred يا جماعة one hundred كيلفن يبقى جابتنا هي letter B يبقى الفكرة ان انت حولت من Sleasius لكلفن في كل واحدة وتشوف ميلها تطلع صح فلتلعت صح معانا هي تاني واحدة سؤال لبعض بيقولي هنا if each of the four tires of a car acts on the ground by pressure of five times ten to power five newton per meter square and the area by each one tire touches the ground is fifty centimeter square than the mass of the car طب تعالوا كده احنا عارفين ان pressure كده كده equal force divided by area في الكسبة بتاعتنا force of gravity يعني weight طب الويت عبارة عن M multiply G divided by area طب تعالوا كده هو pressure cam pressure five by ten to power five equal ال M اللي احنا عايزين يجي من دهننا كده كده في الجيفن by ten divided by area هيخد بالك ال area عندنا اربع عجلات يبقى four times fifty times ten to power negative four عشان نحوى من سنتيميتر square لميتر square cross multiplication كده على الكالكويتور هتطلع معانا mass by one thousand kilogram طبعا يا شباب يبقى كده نجيب المасс تطلع one thousand number seven بيقولي when a mercury barometer is elevated from the sea level يعني اترفع from the sea level two height one hundred seven meter ماشي the decrease of mercury level in the barometer احنا عارفين الرول بتاعتنا في الكيس دي وبارها عنه ان الدلتا P بصوا كده معاه ان الدلتا P بين ميركري وباستخدام البوروميتر هي هي الدلتا P للئير طب الدلتا P ميركري القرايتين يبقى كده بيقولي هنا يعني الفرق بتاع الميركري يعني اقدر اشيل الجزء ده كده ال H دون ماينس H وأقول ان ده كده الدلتا H اللي هو عايزها ده كده دلتا H تعالوا كده دلتا H تعالوا كده بقى معايا الرقم ميركري ميدهننا بتاعتاشر الف وصتمية ال G راح اتماع ال G ماشي ملتبلاي دلتا H اللي هو عاوز رو اير 1.3 ال H 107 هتطلع كده الدلتا H معانا تطلع الدلتا H معانا ب 0.01 ميتر يعني 10 ميليميتر واللي مش عارف ازاي حاوناها يا جماعة عمان هنا multiply 10 to power سيلي عشان نحاوم من ميتر لميليميتر فدتني في الاخر 10 ميليميتر يبقى دي كده كانت 0.01 يبقى الاجابة هتكون letter A السؤال number 8 بيقول لي which of the following figures represents the correct height of water if you know that the pieces of the three vessels are in the same horizontal level عارفيننا في قعدة عندنا بتقول لي all points on the same horizontal plane have the same pressure ماشي طب هما كده كده في نفس horizontal level يبقى لازم يكون عندهم نفس ال H حلو يعني لو جي نختار لنقطة هنا ونقطة هنا ونقطة هنا هيكون عندهم نفس ال pressure طب وال pressure ساعتها equal E ما احنا عارفين pressure equal PA plus rho GH هتلاقى هنا يا شباب كده كده عندهم نفس PA خلاص ماشي عندهم نفس الر عشان نفس اللي كده موجودين في نفس مكان نفس G ما اتغيرتش يبقى لازم يكون عندهم نفس ال height وعندهم نفس ال pressure بالهيط كله ثابت للثلاثة number nine by which of the following figures the code represents the path of the motion of one of the smoke particle in here احنا عارفين السموك او الجاس بيتحرك according to Brownian motion وهي حركة عشوية random فبالتالي ازا ما احنا شايفين كده اول كيس دي عبارة عن wave motion لا والبورتيكلز بتاعة السموك او الجاس تحركش wave motion طب دي رايحة جاية رايحة جاية رايحة جاية لا ما عندهاش transitional motion مش بتحرك transitional motion لكنها حركة random يبقى لاجابة لترسيل وطبعا دي غلط لان مش بتحرك في حركة دائرية السؤال اللي بعده number 10 زي ما احنا شايفين كده the opposite figure shows a glass tank containing water if the pressure of water at point A and the point A is B حلو ماشي ماشي تعالوا كده تعالوا كده معين عايزي ال H اللي كونه عنده الضغط بتاعنا 2B احنا عارفين ان احنا كده بنتكلم على pressure at a point inside liquid كلام جميل ماشي وإحنا لسا عالين P equal P A plus rho G H فكده كده سواء نقطة تحت سواء نقطة في النص كله بتعرض P فcancel P فحلو بنتكلم على rho G H يعني تاني بقول الرؤ ده P equals P A plus rho G H عودت طلبة بتاعتنا قبل ما نعمل ratio cancel حاجات السابتة اللي ما تغير H P كده كده سابت الرؤ ما هو نفس G سابتة يبردش بين P و H لما وضعه معاك بقى بسيط يعني قدر هقول P 1 over P 2 طبعا direct يبقى H 1 divided by H 2 طب تعالوا كده P الاولى اللي عند ايه ماشي كدب كام كدب P طب P 2 آه هيوصل ل 2P يبقى 2P ال H لما كانت عند نقطة ايه اللي ايت ضغط عندها P كانت ب5 كانت ازاي 30 minus 25 احنا عايزين بقى العمق هنا الهو ال H2 ده هتلاقي كده cancel P مع P معنى كده ال H2 مبارا 5 by 2 يبقى 10 متر طبعا يا شباب وكده كده طبعا ما عند ايه اللي كان عنده عمق خمسة متر يبقى هيبقى 2P عنده عمق عشرة متر يبقى اللي جابة مش عشرة متر عشرة سنتيمتر 10 سنتيمتر بقى جابة لتر ايه number 11 بيقول لنا هنا an amount of a gas has volume 4 liters at temperature 20 s if its temperature is raised to 100 s طبعا ما قال لي raised to يبقى دي درجة حرارة تانية يبقى دي كده T1 ودي T2 ده V1 بقول لي while holding the pressure constant يبقى احنا كده تشارل سلو then the volume becomes عايز ال V الجديدة يبقى انت عندك V1 over T1 equals V2 divided by T2 according to تشارل سلو تعاوني عواطيه بقى 4 divided by T1 20 وعطين سلو plus 273 equals V2 اللي احنا عايزين divided by 100 plus 273 cross multiplication هجمع موضوع سهل جدا هلطلع معايا ب 5.09 5.09 ليتر على حسب اليونة اللي هو من الدهاني للVolume بس موضوع سهل جدا اللي بحنا كده شغالين على مين على ال تشارل سلو اللي وردهش من الVolume والTemperature at constant pressure number 12 بيقول لنا هنا A glass flask is opened from the top at temperature 17 Celsius يبقى دي كده عندي T1 when it is heated up an amount of air with volume equivalent to the quarter of the volume of the flask is leaked out يعني تسرب بالراحة بقى كده يعني احنا الاول لو جنا اعتبرنا ندي الفلسك بتاعتي وده الVolume بتاعها والVolume ده هسميه V اللي هو من هنا لهنا ده كده V فحصل جزء تسرب الجزء تسرب ده يعتبر هو ال quarter volume يبقى الحتة دي كده 0.25 mil volume اللي هي الحتة دي طيب الفيتو كلها بقى قد ايه هتقول بقى قللي V plus 1.25 يعني الجزء ده كده كله عبارة عن 1.25 V ده كده ده كده ال V ده كده quarter ال V يبقى دي كلها كده عبارة عن 1.25 السؤال حل فبيقول لي هنا بقى 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 سابت يبقى احنا لسه شغلين على Charles Law يبقى عايز كده التغير في temperature يبقى نعم افروب مع هاتي 1 هنجيب 2 ونما ينصم عشان نشوف الفرق قد ايه في temperature تعال نشوف كده مع بعض يبقى احنا كده شغلين على Charles Law يبقى V1 over T1 equals V2 over T2 V1 هو قال ان هي volume تعتبر V ماشي سميها V T1 L17 plus 273 قوعة تنسى تحول لكيلون الوحدة العالمية بتاعتنا equal V2 عبارة عن 1.25 V divided by T2 يبقى احنا كده هنكنس V مع V cross multiplication تطلع T2 عبارة عن 3 6 2 0.5 بس بالكلفن الي اجابات عايزنا بالسليزيس طب قراص خلي T2 بالسليزيس يبقى minus 273 بقى 89.5 بس كده بالإيه بالسليزيس وعات اختارها لو اخترتها وتسرعت يبقى غلط احنا عايزين الفرق الفرق بقى delta T عبارة عن كام عبارة عن 89 0.5 minus temperature الاصلية اللي كانت عند كام كانت عند 17 يعني بالاخر كده ديني 72 0.5 سليزيس دي فيه من كده الحتة دي يا شباب يبقى السؤال ده فيه تركتين اول تركية ما بقى فاهم كان ففيه جزء خرج ربع الفوليوم الفوليوم التوتال وفيتو وبرعا 1 and quarter روحك هتحول السليزيس ثاني وتجيب الدفرنس زي مطلب منك السؤال اللي بعد بيقول لي the areas of the pistons of hydraulic press are 20 cm square 60 cm square when a weight is placed on the small piston the big piston has moved 2 cm يبقى كده y large او y الحرك بيها big piston فبيقول لي the distance moved by small piston is add ايه احنا عارفين ان the capital الكبير وال s y equal y small y small معناها distance moved by small piston y large distance moved by big piston طب الarea الكبيرة كام هتقول لي 60 divided by 20 equal y s y large 2 cm it figure choose a cylinder of uniform cross sectional area closed from both sides and the containing frictionless movable piston trapping to amount of air at both of its side طب بص يا عشان ما نلخبطش نفسنا بقى هنسمي الناحية دي كده x والناحية دي y ماشي بيقول لي بيقول لي بيقول لي both of its sides such that the pressure on each of its side is 75 cm if the piston has or the piston is moved slowly two z middle يعني piston كان هنا جي بقى في النص خليلي كده واي جي في النص ماشي piston جي في النص هنا يعني المسافات بقت ايه بقت 50 50 يعني بقت كام والله هقول له هنا 50 وهنا 50 يبقى 50 وهنا يبقى واحد واحد يبقى هنا أصبح ده كده 50 سنتيمتر والجزء ده برضو قبل 50 سنتيمتر وده البستن بتاعنا هو عايز بقى بقى then the pressure difference on the side of the piston تعاك نمسك واحدة واحدة نمسك من ناحية x تعالي كده x ونتكلم على pressure وهنا احنا volume بتاعنا اتغير والpressure اتغير وين اخب بالك قال لك مهم اودي معنا كان احنا في بويل زلو حلو وبويل زلو يبقى B1 B1 equals B2 في B2 ماشي B1 كده كده كان 75 B1 X B2 يبقى 20 20 يبقى 20 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 نباروز دي كده. نيجي بقى عند مين? عند الواي نعمل نفس الكلام. يبقى عند الواي. عند الواي هنقول له. نخليك انتك كده لنفس اللون. عند الواي هنقول له بقية. ان نبسها بس دي كده. نفس القص يبقى عند الواي. الواي كده كان وقال كده. الواي كانت باتي. عايزين نحسبها. الواي احنا شايفين لبردو بقى. معنى كده يا جماعة هتطلع الواي هنا طب نبروز. يبقى الضغط هنا بقى كان بقى. هو عايز بقى الديفرنس. بين الضغط هنا. والضغط هنا. يبقى الدلتة بي. مبارة عن. الواي هندرد تويني. مينوس. هتطلع كده على كالكليتور. باتي سنتيميتر ميركري. دي كده الاجابة بتاعتنا. خلاص يا شباب. يعني اجابتنا كده هتكون. لتر بي. سألوا بعده. بيقول لي. بيقول لي بقى if the dynasty. of salty water is higher than that of fresh water. اكيد كلنا عارفين. which fish is exposed to higher pressure. ماشي. احنا عارفين ان البي. equal rho g H. طيب يا جماعة البي بيزيد امتى? لما ال H تزيد لما الرو تزيد. فكده كده fresh water مش اختار اي سمكة في fresh water. يعني تcancel ايه? وهتcancel C. بس هتيجي بقى. في السلطيوتر هنبص. B اعلى? ولا D اعلى? في الpressure. لا. هتقول لي طبعا دي اعلى. عشان الدبث اعلى. كل ما الدبث بيزيد. كل ما pressure بيزيد. يبقى اجابتك. letter D. السؤال اللي بعده. number 16. بيقول لنا هنا. figure one chose a cylindrical container of cross section area 66 cm square. equipped with movable frictionless piston that traps an amount of gas of volume 1000 cm cubic. at temperature 0 Celsius. when the temperature of the gas is raised to T Celsius. the piston has moved 5 cm اللي احنا شايفينهم دول كده. supposing that the pressure is held constant. يعني احنا كده عند غامونة شارل. اللي هو V1 over T1 equals V2 over T2. فعايز يحسب بقى التي اللي وصلنا لها. عايز يحسب التي التانية. طيب. لو جانا بصنا كده. هنلاقي. هم بدين سلندر الفوليوم بتاعها كله. 1000 احنا شايفين. بس احنا ما عندناش اللينث الاولاني. او الفوليوم الاولاني. طيب. نحسب الفوليوم ازاي? لو جانا شوفنا كده. احنا عارفين ان الفوليوم كده كده. الفوليوم. اقوال اي باي اتش. اي باي اتش. طيب الفوليوم مدلنا بكام? 1000. الاريا الاريا اقوال كام يا شباب. الاريا اقوالز. زي ما احنا شايفين كده. اه 66. ملتبلاي الاتش. اللي هو الهايت ده كله بقى. الاتش ده كله. اللي احنا عايزين نعرفه. هيطلع الاتش هنا مبارا عن اه 15.15. حلو. وطالما قال يبقى الهايت ده بيعبر عن الفوليوم. ماشي? طب ده اتش وان طب الاتش تو او الفوليوم تو موزيات فايف. يبقى 15.15 بلس فايف يعني 20.15. كده معا الفوليوم زو الدنيا كده تمام. يبقى الفيون زي ما احنا شايفين كده. هنقول له عبارة عن الاي في الاتش. طب الاتش بكام? يبقى كده اقول له الايه? ملتبلاي الاتش اللي احنا جبناها اللي هي 15.15. ديفايد باي تي يقول له بزير و ستلتس يعني طب الاريا او الفوليوم التاني عبارة عن الايه? ملتبلاي الاتش كلها كام? هنقول له هنا 20.15. زي ما اتشايف الاريا هتروح مع الاريا. طبعا انا ديفايد باي التي تو اللي احنا عايزينا. هتطلع. التي عالكالكويتر كده ده التي تو عبارة عن سري سيكس سري كيلفين approximately. نحاولى بقى السليزيس يبقى تيته كده بالسليزيس طبعا هتطلع minus two seven three هتطلع approximately كده ب90 سليزيس ديجري. هي دي فكرة السؤال. يبقى اجابتنا liter d زي ما احنا شايفين كده بالشكل السؤال اللي بعده بيقول لي هادر لك left has large piston of cross section area that is double the cross section area of the small piston if the pressure acting on the small piston increased by delta b يبقى عند small piston زاد بمقدار delta b then the pressure acting on the large piston طبعا هايزيد قد ايه مهو نفس القصة delta b نحن عارفين according to pascal principles ان pressure malo pressure is transmitted الضغط كله هيتنقل يبقى زاد delta b تاني ناحة تاني برضو هايزيد delta b فما فيش فرق خالص السؤال اللي بعده number two سؤال حلو ابا نركز في اسئلة cross sectional او سوريا اسئلة اليوشيب ديوب بقولينا the cross sectional areas of two arms of اليوشيب ديوب r five and two point five centimeter square طب تعالوا كده بس نرسمها عشان ليه يبقى الشغل على نظيف احنا هنا كده ايه دي يوشيب ديوب وطبعا بيقول لي ناحية two point five ونحية five يبقى ناحية كده اكبر من ناحية بالشكل ده كده جمعة يبقى ناحية five وناحية two point five اه دي عام two point five وادل five يعني فيها كمية مناسبة من المية طب يا عام كمية مناسبة من المية سيماسة المية كانت هنا كده خلاص خلاص يبقى ده كده كله وطر عشان نفهم بقى لإيه السؤال ده كده كله وطر بعد كده بيقول لي بيقول لي يعني فيه جزء من الايل اللي هينزل هنا في النار وقرم طبع مبدئين كده قبل الزيت مايتحط كان الليفل بتاع المية زي ما احنا شايفين كده طب الزيت قوم مايتحط خد بالك المية لازم هتنزل تنزل جزء وتطلع الناحة تاني جزء يعني ايه هتنزل هنا مسلا وتطلع الجزء ده كده طيب الووتر فين قبل مرسم واحط والله الووتر كانت هنا لأ الووتر نزلت نزلت بالشكل ده كده ده كده كله ووتر 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 وتلعت الجزء ده كده ده كده كله ووتر فبيقول لي لما حطينا الزيت it gets lowered by 8 سنتيمتر فانا حطيت الزيت فالمية ده كده كله زيت 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 فالمية نزلت بمقدار حتة دي كده 8 سنتيمتر ماشي حلو بيقول لي بقى دي نسل بتاعتنا بتاعت المية الالف بتاعت الزيت طبن مية عايز يحسن mass of the added oil عايز يحسن mass of the added oil عاولي نفسك يا جماعة حتى السنة الجاية ما تيجي تحل مسالة حلها من الاخر يعني وعايز يحسن mass طب هون mass equal mass equal رو multiply volume انا بتكلم على زيت الرو بتاعت زيت معايا بس الفوليوم بتاعت زيت مش معايا طيب رو multiply volume volume ايه multiply itch والله كله معايا رو معايا والايه معايا اللي تحط فيها زيت ناحية دقيقة بس بتاعت بتاع الاول اللي هي الجزء ده كده كله مش معايا طب ايه الحل ما احنا اكيد الخطوة اللي قبلها لما نيجي نعمل balancing ونقول انه router نقول كده انه router router وخليها الاول رو oil itch oil equal router itch oil مش مال يمين ماشي طب رو oil معانا itch oil مش معانا router معانا itch water مش معانا طب الراحة كده علينا واحدة واحدة هو فين السبرتنج سيرفس السبرتنج سيرفس يا جماعة الجزء ده كده يعني افهم من كده ايه ده كده ال itch water والجزء ده كده ال itch oil اللي احنا عايزين نعرفه طيب كان فيه هنتاية مهمة اوي 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 الهنتاية دي لازم يعرفيه الحتة دي يا جماعة ايه الحتة دي يا مستر ان الجزء اللي طلع ده شايفين الجزء ده كده والجزء ده كده الجزء ده كده طبعا زيت وجزء ده حتاني مية هم قد بعد في الفوليوم حتة دي مهمة اوي 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 فيه حتة في المية given الحتة دي كده ايت لان قصادها النحية التانية ايت برضو يبقى دي كده ايت قصادها ايت يبقى فيه جزء ده ال itch دي احنا مش عارفينها ال itch دي كده احنا مش عارفينها يا جماعة بس احنا معنا given ان الجزء ده كده بايه بايت طيب الفوليوم زادة بعضي انا اقدر اقول له ان لو كنا قلنا كده a1 itch 1 ما في فوليوم السوائف itch equal a2 by itch 2 طيب a1 اللي هي 2.5 itch 1 زي ما احنا شايفين الجزء بتاع الزيت ده اللي هو بإيت ماشي يبقى دي كده ملتبليت ال itch 2 ب5 ال itch 2 اه ال itch 2 بقى هتطلع معنا 4 سنتيمتر ال itch 2 equal 4 سنتيمتر ركزوا نبي هي فين ده معنى كده يبقى دي كده 4 ودي كده 8 وصلها الناحة تانية 8 يبقى ال itch بتاعت ال itch it plus 4 equal 12 طبعا وقبقى معلم دينيا كده سهلة يبقى 8 itch oil عايزة عشان اجيب ال volume router 1000 itch water 12 هيطلع معنا ال itch oil 15 والدينيا كده سهلة وجميلة قوي ماشي كده 15 سنتيمتر itch oil ده كله ده كله شاب من فوق لتاحل نيجي بقى نعوض عادي يبقى عندنا ال ro 800 area 2.5 دازل نحول times 10 to power negative 4 multiply height 15 multiply 10 power negative عشان نحول من سنتيمتر لميتر يبقى كده معنا ده كده ال ro ده كده area ده كده ال H تطلب 0.03 kg سؤال مهم جدا 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 يريد تعمل بوز وتحله تاني بيدك number 19 بيقولينا هنا the opposite figure shows two capillary tubes a and b حتة ده مشهورة جدا each of them contains mercury thread of lens one centimeter هنا one centimeter ده الميركري thread ده one centimeter one centimeter فبقولي الطب احنا عارفين لتر ايه للامبوبة ايه ال p بتاعتها عبارة عن ال pa طب بينا حتين ال opening لفوق ال p بتاعت ايه وال p a plus h يبقى فهم كده ال pa ب7 6 يبقى tube a الضغط بتاع 7 6 tube b 7 6 plus 1 يعني 77 يبقى اجابة بتاعتنا لتر ايه سهلة جدا طبعا لو تحت بالمرة كده نرجع عليها بقى مينس h السؤال بعده بيقولي a gas a gas bubble has volume vol يبقى كده v1 add 10 meter under the surface of c where the temperature is for t1 when it rose up just before the surface of water where the temperature was 25 25 يبقى t2 its volume became 0.2 ده v2 so the volume vol عايز يحسب v الاولية دي ايقوال زاد دي احنا عارفين هكماع الببل لو كانت تحت فالvolume بتاع علي لك نتيجة من ضغط عالي طب الببل فوق فالضغط بتاع L فالvolume بتاع زاد لازم تبقى عارفين الببل تحت يبقى الضغط بتاع b a plus rho g h طب فوق لا b a بس حتة دي مهمة لازم تكون عارفها قبل ما تحل السؤال يبقى احنا شغالين كده معا p v t يبقى احنا ونعود يا جماعة وهي تحت عبارة عن تصبت مسألتك كده بلاس p a plus rho g h لل p 1 وهي تحت multiply v 1 اسمها فول اللي احنا عايزين divided by t 1 equals multiply v divided by t 2 نعود بقى كده بالراحة بنيجي بقى نقول lp a زي ما هكاتب كده هقول له 10 to power 5 plus rho rho بتاعت الميا 10 25 multiply g g عندي 10 multiply h h عندي برضو 10 كل ده multiply اللي هو عايز divide by temperature تحت 4 4 plus 273 equals p فوق اللي هو p a 10 power 5 multiply 0 point 8 ما فيش تحويل divide by t 2 عبارة عن 25 plus 273 273 كده ما عندكش جرق من واحد lv دي اللي هو عاوزها على الكال كتر يا جماعة سهلة جدا جدا هتطلع lv 1 للظل عبارة عن 0 point 37 سنتيمتر كيوبك بالإجابة لتربيه أهم حاجة أهم حاجة تبقى عارف إزاي فوق الرول بتاعتي وبقى عارف أن pressure تحت p a plus g h pressure فوق p a plus السؤال 21 بقول the opposite table shows shows هنا بيوردين ايه the density of some different materials at the same temperature what is the material of which 1 kg هذا small volume and y يسيد احنا عندنا الرو كده كده m over v فبيقول لي الماس لكل 1 kg 1 kg يعني نقدر أفهم النما موضوع بقى سهل يبقى ريليشن بين الرؤ وال volume ريليشن بين رو وال volume inverse فهو عايز smallest smallest volume smallest smallest volume خد بالك بقى خد أصبق يبقى أعلى رؤ أعلى رؤ قدامنا في table هو mercury يبقى mercury عنده إيبقى mercury have largest عنده smallest volume أعلى بسمول smallest volume because it has it has the largest dynasty largest rule بس السؤال 22 22 will the opposite figure shows a mercury manometer connected to a tank containing gas and the quantity of mercury ماشي calculate the pressure at the two points x and 1 عايز ال-P عند x وال-P عند والله ال-P عند x هو ال-P gas طب عبارة عن إيه عبارة عن إحنا شايفين مانوميتر ناحية تانية أعلى يبقى P A plus H ال-P متضن في المسألة 76 76 plus ال-H 15 يعني الاخر كده 91 سنتيمتر ميركري طيب إحنا كده كده شغالين ميركري فنجمع H وديني لذيذة طب ال-P عند Y ال-P عند Y عبارة عن ال-P gas اللي إحنا إسه جايبينه اللي هو لسه جايبين يبقى 91 plus ال-H 15 تاني هتطلع 106 سنتيمتر ميركري سؤال سهل وريحني إنه داني كله ميركري مفيش ووتر اللي هو أجيب روجي H وارجع أحول تاني بعد كده بيقولي يعني الدراسات الجوية وإحنا لبنات الهليم سؤال طبعا وجودي بيجي عند الناس كده لو أنا بلونت الهليم اللي أنا جبتها ودفعت فيها دم قلبي 70-80 جنيه للحرف الواحد وستها طارد طبعا لو طارد اللي هيحصل فالناس طبعا من داخلها تطلع 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 لحد ما تصل الأمر وتكمل تعد من مقر طبعا الكلام دا غلط هي بدونها بتطلع لي بتطلع أولا لأن الدينستي بتاعة الهليم أقل من الدينستي بتاعة الإير فبتبدل تطلع 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 طبعا بتطلع لحد ما تثبت هتلاقي تثبت كل ما تطلع 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 الخارجي بيقل فتلاقي كده إن حجم البلونة هيبتدي جوه يزيد لأن الضغط الخارجي عليها أقل فتزيد لو ما نفوخ الأخيرة هتنفجر طبعا إحنا بلملاش لحد أخير هليه في التجارب بتاعتهم عشان خطر لما تطلع تطلع بتاعة هيزيد يبقى الإجابة بتاعتي يبقى نوت to explode يبقى نوت to explode ونقول because because as we rise up زى atmospheric زى atmospheric pressure decrease وطبعا according to boils الو فتلاقي طبعا هنا so the volume of the balloon will be increased آخر سؤال سؤال يعني higher thinking شوية سؤال سهل هنفهم مع بعض كده mathematically هو بيسأل بيقول لي انا عندي يو shaped tube زى ما احنا شايفين كده the opposite figure shows a you shaped tube containing two immisible liquids in a state of equilibrium at which of the two points e or b the pressure is higher يعي الضغط اعلى فين explain the reason ويهي الموضوع ده بقى طب انعرف الضغط اعلى فين عندي ايه ولا بيه اوعى حد يقول لي all points on the same horizontal plane have the same pressure الكلام ده عند نفس level لما يكون نفس يعني هنا كده تقدر تقول النظرية بتاعتنا all points on the same horizontal plane have the same pressure لو قلت كده عندي ايه وبي غلط طب اعمل ايه بص يا سيدي احنا هنفترض ان ده liquid one وهنفترض ان ده liquid two طب انا خدت واحد هنا واحد هنا طب الضغط عند النقطة اللي تحت عند one يعني كده لو افترضت ده كده p one وده كده p two فايتني المفروض يكون equal طب تعال كده معي هو p one عبارة عن ايه ولا p one عبارة عن p لحد النقطة ايه ضغط هنا بلس رو جزء ده كده هيبقول لو عبارة عن p e plus رو جي اتش ماشي طيب عبارة عن p عند النقطة بيه برضو بلس رو جي اتش بس ده تسمي دي رو وان تسمي دي رو وعش هنا two مفروض طبعا زي متى فانا انا فانا 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 قل له هنا اني طبعا ما تيجي نساوين ببعض هو اللي ما احنا نساقين بي ايه plus رو one جي اتش حلو اكوال بي عند النقطة بي بلس رو جي اتش طبعا ما تيجي كده نودي ال بي ايه بي عند النقطة ايه بالماينس يعني نود كده بالماينس ونود النحة التانية كده ونشوف تطلع بوستيب ونجد فلات تطلع بوستيب احنا مزبوطين طب تعالوا كده يبقى نقول كده ادي بي عندي بي مينوس البي عندي اكوال رو one جي اتش مينوس رو جي اتش طب ما اخد بالك كده ادي البي عندي بي مينوس البي عندي لو رو رو تلعت بوستيب يبقى فعلا بي اصغر يبقى بي عند نقطة بي اعلى طب هعرف ازاي هي جي كده كده ثبت وال اتش ده هو ال اتش ده ال اتش من عند نقطة بي اهو ال اتش ده كده هو ال اتش ده طب ما تيجي كده مع بعض هي باخد هكومن فاكتور ادش جي وادل اتش تعالى بقى كده بقى لي رو مينوس روتو هجمعها كده وبالنظر مين اعلى رو ولا روتو والله انا شايف ان الهايت ده بتاع الليكو ده اقل من الليكو ده معنى كده رو اكبر من روتو عشان هايب بتاعها اعلى مش هنعرفين في ريليشن رو ال اتش اه يبقى دي كده مزبوط يبقى الرو فعلا اكبر يبقى دي يا ده كده مزبوط مزبوط يعني يعني فعلا ال p عند النقطة b اعلا ال p عند النقطة اي و رو ده مزبوط فعلا لكن لو العكس لو كتروته اكبر فية هل ال п هو اللي اعلى يبقى احنا قدر نقوله كده ان الاجابة بقى من الاخر ان البي عند النقطة بيه كده كده اكبر من البي عند النقطة ايه. لو حتة بقى بالفهلاوة كده بالفازلك بصوا. بصوا معا كده. هو كده كده لو جينا هنا. البرشور هنا هو البي ايه. طيب لو خدت نقطة كده. البرشور هنا هو عبارة عن بي اي بلس رو جي اتش طيب ما كده بعينا. هي بقى النقطة دي. اكبر من النقطة دي. يعني النقطة دي. اكبر من نقطة دي في الايه في البرشور. يبقى تاني هنا بي ايه بس هنا بي ايه بلس رو جي اتش. يبقى الضغط عندي بيه اعلى من الضغط عندي بس ديه كده بايه بالفزلك. لكن احنا كده حسبناك دايه. بس سماتك يا شباب. وكده خلصنا الامتحان الاول. يا رب نكون استفدنا. وشوفك على خير ان شاء الله في امتحان جديد. مع الف السلام يا شباب.